سلام سلام قبل أن نبدأ في حلقة الليلة أريد أن أخذكم ضروري ترى الحلقة لكي تفهموا سوف أعطيكم أكثر بسم الله لنبدأ في حلقة البرح أخليناها لما كانت تقول لنا أن أمها المهم حلفت ماما أنها تمشي للدار لانتحد الصديق ديالي وتبرى منه باش أنه يعطني تساع وإذا دارت هذا الشيء سوف يدر لي مشكل كبير معه وهو سوف يدر بالنقص أنه يدخل على قبل في مشاكل فبجيس نطلب فيها ونزوج حيث إذا مشت يدر لي هذا المشكل هو سوف يقول مع رسوله ما لي أنا على هذا الصباح كامل أنا ندخل رأسي في الدوامة ما سوف يبغي والديه أنهم يعرفوا بهذه الطريقة وهذا الشيء عادية سوف يقولها لهم فأش عيث ما نطلبون زوج فيها سوف يدر ليه هو وقال ليه رحملك الوالدين سير هاضر مع والديك سوف يقع في مشكل كبير رأى أمي معولة تهبط لداركم وتدر ليكم شي شو هاتم سير دوي مع والديك باش أنهم يتفاجئوش سوف يتصفت لي أخته مساج فيه مبروك عليك وأخيراً فلان تشجع وقالها الأمي و رأخضي إن شاء الله في العشية حنا رهجيين عندكم فهذه اللحظة بحيلة بردت وفرحت أنا سوف يمشي نقولها لها وأخا كنت حاقدة عليها والوحد درجة اللي هي كبيرة اللي عند أمي لغد ليه جات عند نمو وأخير بتخبيه بلا ما يشوفوها الناس ولا الجيران وما أرضاتش قالت زوج كلمات ومشات صبرنا عامين أنا ذاك معا كانوا يلا بناوا الدار وما زال ما مصلوحاش بدأت لغضرة من جديد ديال الناس رأى فلان خطبها تلت سنين واقلها ما تلتش بغاها رأى تفارقوا وممي مشوهاني كتخرج أعزكم الله كتذكر وكترجع لعندي للدار وكترجع أعزكم الله وأنا كنجمع من جيه وهي كترولي من جيه محناتني لوحد درجة اللي ما تقدروش تصورها وكأنني كنت تعامل مع شمكار عندي في الدار كنت ديما كان صلي وكان دعي يا ربي يا ربي حصر لي الأمور ديالي ونتهنى منها حيث كنت يقول لي غير 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 نتوج وغير نتاهنى من ذيك الدار حيث ما بقيش حملة نشوفها ما بقيش حملة نشوف أم اللي ما عندهاش لاسمية ولا حتى لهذه الأمومة هي ما كتفكرش لي ولا حتى السوم عادية ولا رأى كتقول باللي عندي بنتي مخطوبة وبللي احنا رقاسين في مدينة صغيرة ورأى كل شي يدو يجيب في الخبار تم خطا نطلب فيها و كان بكي عليها رأى إذا لم نسمح لك أمي رأى ما لديك أمي رأى أولادك كلهم و شتتهم واللي معك عقدتهم و شردتهم و كرفستهم رأى ما لديك والدنا تدري فينا اللي بغيتي سبارت و تزيرت الخطيب ديالي أنا مزوجة فيك على الأقل أجي ندر وغي الخطبة أنا بغي نزر بكل شي بغي نمشي في حالي سنعيط على أختي وعلى زوج عمامي بولدهم الله يجازيهم بالخير باش أنه ما نسمح باللي أنني ما عنديش عائلة حديش يقولوا في الدرب بلي أنه شاما رأى ما عنده حد و ما معروفش حتى الأصل ديالها منين المهم غادي نديرو نهية ديالنا و ديك الخطبة و غادي تتعرفوا العائلات و على بعضياتهم و مشوف حالهم رجعت معها عاو تاني للترجلات ديال من هنا اللي هنا و المشاكل غادي نوكي تزادوا و فوق من هذا الشي كان عيش طراعات في الخدمة مع الناس اللي هم مزيانينش امرت وخرجوا لي اياه حتى الحبوب فوجهي و طعافيت و هزيت الهم انتع فين غادي نحط هاد الناس اذا جول عندنا و خاصني ندير العقد ديالي و نهاري و امي ما عقله شعليها و ما بغغهاش تخدم و لا تمعروفة عليها شكون هي و شكون أصلها و امي ما بغغتش تدمعي حتى شي طريق و امو الضار بغانا نخبيوليه واحد صاحبة امي قلت له عندي واحد الضار مكرفصة ما فيها لا دولة ما ولا باب سيري لها انا رفض و ضرت فيها قلت له قلت علي ها ما لا تعاونيني انا نخدم على الكرا و انتي على المصروف و اخويا رأي خدم عند مولجر و تجيب 300 درهم في الاسبوع و احنا نعاونين مع بضياتنا حيث انا سنزوج و غادي خصني باش نجمع شوية باش نشر المسائل و الناس بأكد اذا انا مشيت لعندهم معز الزو بخيري رأي انهم يخرجو فيها ولا يقولوا عليها فأرهاش بغانا نرحله مددك الدار قلت لخاة بي بي بللي انا و انا لن يسكن معكم في الدار دياركم أنا مزوجة فيك المهم غير خرجني تالية من هنا لديك الدار الأخرى اللي غير ترحلي أمي لم تريد أن نمشي لها لأنه سيدخل علينا شي حد ما لدينا شي فيها حتى الباب قال لي يا وصافي عفتي شنو يا شاما؟ جمعي الوريقات ديورك وإن شاء الله الأسبوع الجاي سوف ندير العقد عموما كنا عوالين باش أننا ندير العقد حتى المن بعد وندير النهار ديالنا حيث حتى هو كان على قد الحال وهو اللي شبه كانت يصرف على دارهم فما جاتش أنني انتقل عليه وهو دير لي خاطري وغارق في السلاح من الدار اللي غادي نمشي وليها غادي نوصلوا لذلك الأسبوع اللي بديت كان نوجد فيه والسيدة ممسوقاش اللي هي الأم ديالي دوجه ويلاقع بقيت أمه أنا ما عنديش مشكل ما بغتش وقف معي ودرت لي العصافة الرويضة وضربتني ومشيت عند صاحبتي سامكي عليها وكان قوليها شنو درت لي أمي وانا ذاك صاحبتي كانت ما استخالتها وانا ذاك صاحبتي وانا ذاك صاحبتي ممشيت وشكيت عليها وقالت ليها سوف نفكر لك شنو قدروا نديره سوف تشوفوا حجرتها حدانة اللي تلبتها وقدروا ليها اللي يلحلنا بحال شي عرث كنت معولة صراحة نغرع لحنينة خفيفة ونلبس فقفتاني ونتصور به ونجمع صحابتي ونمشي في حالي علما أنه ما عنديش الريال باش ندير شي حاجة ولكن شوفوا الأقدار وسمعوا ليها شنو قائع ربي سبحانه وتعالى عمره مخيبني حيث كنت أعترف باللي أنه قلبي ينقي وعمرني ما حقدت ولا زيت شي ضغين على شي حد شحام واحد كان يقول غادي تشد نفس الطرق ديال الماء ولكن الحمد لله كنت ديما أنا اللي كان صحا وعمرني ما فكرت أنني انتبعها حيث ديما عند بالي ماشي هدك وطرق الخير ربي كان واقف معايا المهم ولكن وجد الليلة ماشي شي حاجة كنت كيف قلت لكم عولة لحنينة وتصورات ونمشي في حالي في خدمتي معا قلت لكم خدمة في فلاكخيش كنت ماشي تقرس في واحد الوبيت اللي كان مضلم ولكن يعطو في الدارة الصغار ما كانت تشي حد أعيدت على أختي وكان بكي وكان عود لها كل شي واحد البنت كانت نعصى في ديك الحضانة لو كانت عدل الصغار ما شفتها حيث كانت مضلمة هي غادي تسمع كل شي من تقطق السلام عليكم شو غادي تدير غادي تمشي تقول لها المديرة راشاما عندها نهارها وما عندها شرح واجه حتى تدير ذاك النهار شو غادي نقول لكم مش هو البنات ما بيناتهم دوني عند كوافورة واحد البنت اللي هي صحرة ويمسكينة بدأتني لدارها ودأت لي المسكات انتعى كل شي ديك الجهة ديك لهم باش نتوجد حتى والله إذا تخيلوا معايا وليت كان شعشع وبما أنه يالله داز العرس انت أختها فكان شرط لهم الجاج بالعرام والحم والحلاوي أعطيته لي للناس اللي جايين عندي وانا ما عارضة اصلا حتى على شي حد لابنت صحابتي داروا بيا وقالوا لي اخلي اعلينا هاد الباب حتى نتولوه كل واحدة باش تكلفات وكل واحدة باش جدت عليها ومنطق تقل السلام عليكم رجعوني أميرة وقدوا لي الإجليس الخضرة داروا لي نهار ولا في الأحلام أنا عمرني ما حلمت حتى باش أنا ننذيره لراسي وقالوا لي الديجي وقالوا لي الهدايا الكوزينة وبما أنني لم أشرت لي باليدة والحواج الخاصين فارج لي الدنيا السوق وشريه بيجاما والملابس الداخلية وجلابة أعطاني فلوس صداقي وصاف لأنه لم يكن لديك الساعة مخططين باش أنا نزوجه في ذلك الوقت قال لي صبري معي وانا نصبر معك فوافقت أعطاني 3000 درهم وقال لي هكي باش تعاوني راسك أمي تخيلو شنو دارت أقسم بالله حتى الدعاء ما دعتوش معايا قلتت بحل ضيفة وحتى واحد محضر لي لأنه كل واحد وكانت الظروف دياله من غير ذاك خالي اللويل اللي صفتتني عنده ماما هو اللي غادي يجي لعشية جا راجلي باش أنه يديني ندير العقد وما جامعه حتى شي حد بحيلا جاي بشي سخرى حتى من أمي ما سلمتش لي وما ودعتنيش مبركت لي مدعات معايا مشيت معا راجلي ولقيت حماتي كثناني عادي بلا استقبال بلا حليب ولا تمر دارو غير الطاجين وحطوه لنا نتعشاو طلعني للبيت انتعص طح اللي كان ديال خوه ودوج بيت غير ديال قصدير صبرت معاه وبدأ الاحتكاك ديال العائلات وانا جاي من دارنا معا ماما واخا كدوى حتى تتعي انا كنت مولفة اناني ما نقول والو كنت جاوبش معاها هكا كنت كندير معاهم الاحتكاك اللي بدأ فيه انا وكنت تنخرجه معا راجلي وهي كتبدا كتنقر عليه امو علاش خرج شيها وانا لا وهو غير علاقة دل حال اذا خرج خصو يشري ليه اقول هادي وهادي وهادي او لا اذا غير ضحك تانويات ديما كيقولوه لارك يضحكو علينا ولارك مخبين شي حاجة ما عندناش مساحة الخصوصية ديالنا غادي ندخلوه في عالم المناقشات ديال الويسات والعقوزة علما انني كنت كنسبقهم ديما عليا اذا شرى لي راجلي شي بيجاما سنقول لي هلا امك هي اللولة ما عندهاش ما تلبس ديك عامين اللولة اللي كنت كنخدم فيها وكنت تخلص بديك عشرين هالف ريال كنت كنعطيه منها المستمية الدرهم واللي بقى كنشري بها الراسي لان او راجلي يالله مكافي مع الاصلاحات ديال الدار فهذا الشي ما كانوش عارفي انو غاك يتقلقو وكيقولو شوفوا هو كيمهله فيها وكيشري لها ولكن وخا ديما صداعوا المشاكيل كان هو ديما مهله فيها فاشل الامور بقت غاديو كتراك مكدد مع عائلتو قتلها سمع فلان انا ما بقيش قد انصبر خصوصا غادي نحمل وكنت في البدايات ديال الحمل ديالي اللي كان منع لي الطبيب لانني نتحرك او لنطلع في الدروج وانا دير معاهم وانا ما بقيش قد او لنطلع فيها كانت وصلوا لوقاتي ديالي خاص لنهبط ثيقة من الفوق ونبقى انطيب لهم وتبارك الله نفوسها في الدار كانوا كثيرا بقى ذلك الشي ما يتقل عليها في راسي جمعت حويتي ومشيت عن أختي انا كنت حاملة بخمس شهور قلت سمع واحد شوية حتى تتسارحت ومشيت عن طبيبة ستزيد سيرني اناني ما نخرجش قاع صدق راجلي جا عندي تقلب لي على شي طبي بوحد اخر اللي يدير معايا شي حل حاجاج خاصني نرجع في حالي بأي وسيلة غادي نرجع بشرط اناني نكون في الطو موبيل ونكون نعسى وكل ساعة راجلي خاصو يحبس الطريق ونتمشى شوية ما غادي نوصلو حتى اغفر لنا الله الذنوب نفسيتي مرضات لي مع عائلته كل شي منفخ عمرهم مسؤولو في الغياب ديالي وانا طبيبتي يقول لي النفسية هي كل شي الراجلي مسكين ما تيخلي ما يدير ليهم لا تنشكره حيث عشر راجلي ولكن كان مسكين معاوني بالساف جاء عند امو قال لي شمامي مخصوش تطلع للدروج وما يمكنش تعاونكم في الشغل ديالرمضان ولكن وخائك كنت كان نخلي حتى يمشي الخدمة وكان ننوض وكان دير الشغل واخت طبيب قال لي يرى خطر عليك وحتى على الجنين ديالك تقبلت الموضوع وقال الله ما نخطر بينا ولا نسمع شيء هضراء اللي تمرضني في حياتي حيث هضراء كانت قاسحة لا تسمعوش هضراء والقلوب اللي انها نقدروا نسكتو عليها ولكن تيكون ديمة المعيار بالاصل ديالي بالفعيلي كالدرمي فراجلي مسكين كان قبل ما يخرج الخدمة دياله الصباح كانت يقادلية فطوري وخاف رمضان ديالك الساع وكيجيبوا لي وخاكينين ثلاثين تعالعزبات تبارك الله في الدار وعقوسي لم يكن يطلع عليها مع تفاصيل كثيرة سوف نقوق في رأس راجلي لأنه لا نزيد نهار معهم يا إما نحن لدي أختي ولا نحن لديك لا نزيد نتحملها ولا نعيش معها يمسكين صبري صبري وكي تخاصم معهم عليها في الأخير جينا للدار وخاكينة كانت تسمعوا باش انا نسالي وزليج باش نجيو ساعة ما كملناش كملنا غير بسبغة وجينا وخافة لا نسكتوش وبدأوا قلوب اللي أنهم صرفوا فينا غير الخير وباللي أنا اللي انكار شي دور لي سمعت بقيت غير كنشوف بلا ما نقدر بلا ما أنا نخرج العيب حسي لا بغيت ما نقدرش بحيث ما كان عارفش مشيت الضاري وانا مؤثر نفسيا بالكلام اللي سمعوني وضرتهم اللي بقيت كالتعاود لي يفودني رجلي هو اللي غادي عاوني وغادي خرجني من ذيك الدوامة مشيت نولد واللي يوقف معايا واللي خاص تدير عائلتي وعائلته كل شي غادي يديروا ليه هو غادي يبدل ليه غادي يغسل ليه وغادي يطيب ليه الأم المصونة ديالي غير قال سامج بدا في الدار تنقول لها يجي غير وننسيني لا راني معمسالياش ويرا ما كدير والو عقوزتي وشيخي جاوا واحد النهار طلوا عليهم السبيطار حطوا عشرين درهم فرص بنتي وخرجوهم من ديك الساعة ما شفتهم جمعنا الضرورة من صحاباتي والجيران واتفقنا باش انا نديروا الدبيحة وموجاتك تبحت عليه خاصني دوز خاصني هذا غادي يضطر انه يعطيها ولقينا راسنا بلا دبيحة انت على البنت تعال الصوت تحتمشى لي الحليب عمامي مساكن وهم اللي غادي يعيطوا ليه وقالوا لي يا شاما احنا راجيين عندك غدا وغادي يجيبوا ليه معهم الرفيسة واي حاجة كتحتاج النفسة ومحملين ومعمرين الطموبيل فرحتهم ما قدتني فرحة دوزهم عايشي ايام حتى وليت كن اكون شي شوية ومشاوا في حالهم ارجعت الحياة كيف مما هي ما كيلي يعاوني ولا يشد ليها بنتي اذا غير شي حد جاي طلع لي خصوصا انني ولدت على ثمان شهور ما كنش للقال يشد ليها بنتي عارتي واحد اتكرفش دوستو عارتي اذا ما ننساشت ما عمرني انساني عارتي نهار اللي احتاجت بنا يقلس منهاي كل القرص ببور ما عاوني التواحد ما عقل عليها تواحد وخفضه ومدير الخير تنعي ولكن الانسان ما كيعاقلش عالك هيا كنقول يا رب بجدرت حياتي يا رب بجدرت حياتي الحاجة الواحدة اللي كان شكرا لها الله صحانه وتعالى انه وصيرت لها واحد الزوج واحد الزوج مارتي مرضى الزوج واحد الزوج حنين مجموعين فيه كل شي كل الصفقة حميدة الحمد لله وشكرا لله مجموعين فيه ما عمرني ما عمرني تشكيت منه ولا قلت رأضربني ولا أحقرني ولا دار لي شي حاجة بالعكس كيعطابرني أنا هي كل شي والحاجة النهار اللي مرض كيمرض نايا نهار اللي كان يكون قررني شي حاجة يسبر فراسه ويمشي يجيبها لنا وخمع ابناش وما خصناش ومهلي فيك يسبر فراسه ويجيب لي المكنة ويجيب لي دكتش اللي بتهيت كان قولي تهيت حاجة كيمشي يخرج يمشي يجيبها ليا قولي يا هاكي ها ما عمركي قال لي انا هو كل شي انا هو صاحبك انا هو رشدك انا هو قوك اعتبريني اي حاجة بايتها اعتبريني والحمد لله ذاكتش اللي كان يقول لي هو اللي لقيت عمره عمره في حياته ما عمره خصر لي خاطره ولا في حمالة ديالي ذاكتش اللي كان يصهر معايا الليل كامل كان يجيني نوجع وما ينقسش وما يصبح يخدم وعرفتي اخصوه طيب لي اخصوه طيب لي الماكلة بحقها وطيب لي وطيب لي اخصوه ويقول لي اخصوه انا نجي بحالك معايا وانا نجي بكل شي لا تقول لي لا تكبر انت واحد صافي حديك الساعة بردت قلبي من جيت ابنادم وما بقى اهمني وخيه متقدامي ما بقى يتحرك فيه اخيه رفلان ترى ليه الله يشافه رفلان وقع عليه الله يوقف معاه ما بقيتش خليت ابنادم انه يضحك علي بزوج هطرات درت العلم ديلي مع بنتي وراجلي في داري وبردت قلبي مجيت ابنادم ووقت ما صليت كان دعي ربي انه يحفظ لي راجلي لبنته لانه جربت الفقدان تاع الاب انا بابا ما عقلهش عليه ولكن كل شي تعود عليه غير الحاجة الزوينة وعمتي يقول لي انه قبل ما يموت دي ما كانت يقول العار بناتي العار بناتي احنا بدورنا الاخوت حاولنا اننا نتواصله مع اخوتنا من بابا مع المرهة الأولى ولكن يقول علينا انتو ما غير ابنات الحرام علما ان انا واختي اللي من بابا ماشي ابنات الحرام خويا اللي ما اعطتكم مش خبارهم منذ البداية ديال الحكاية ولا الوسط ديال الحكاية مسكين ولا كي شمسي ليسيون ولا كي تشمكر عيات معها ماما مطوفة ولكن صراحة هي السبب في هذا الشي كله اعودت لكم القصة ديالي باش نقول لكم العبرة منها انه شكرا بزافة اوميما على الوقت وعلى الاهتمام ديالك اللي اعطتها لها القصة ديالتي باش توصلها المتتبعين ديالك وعلى الوقت اللي ضيعته معايا شكرا بزاف والله العظيم الى شكرا وبهيت نشكرك على اي حاجة كدير على قبلنا في القناة ديالك راه الله العظيم الى كنستفدو بزاف بزاف اعترى شي قصص كنقول الحمد لله الحمد لله انني راشي ضروف راجزوا عليها فعلا كيفون صعابين ولكن كنشوف شي ابنات كنقول ما شاء الله وعلى الى قصة ديالتهم اللي تبعتها معك انا في القناة ديالك من الاول تلاخر وقصيم بالله معمارني في قصة ديالك سواء دينياء ولا القصص ديالنا تشاركي مع المتتبعين ديالك وقصيم بالله لك نقول لها ديالك الناس ستبارك الله ما شاء الله ركتكم عندهم شجعة وحد القوة واش انا يا كن الله عارفني انني غدا نصبر لكل حواج ديالك لا نقدرش نصبر انا شوفوا مشاكل ديالي مع ماما ومع النفسية ديالتي كيفاش تربيت وسميته وكي اطرح ليها بزاف عادت كل مشاكل وصلت كل مشاكل لا نقدر نحماق نقدر اثنتي دكتيري كنقول الحمد لله الحمد لله الله عارفني ان شخصيات ديالتي مقوية انا شخصيات ديالتي مقوية والتي تحسنات حياتهم من الاكفاس الاحسان والتي عاونوا بزاف ومهم كتكون نتيجة مزيانة في حيات دياله ما كيضيبوها شغل هاتك هذه هي النصيحات التي تربيتنا مهما كانت الظروف ديالكم والتي أرى ما عمركم تقولوا ره الظروف اللي خرجتني لها الطرق ره الظروف انا ماما كانت انا ماما كانت ارتي دكتيري ما خدش الانسان يشوفه بوه صغير انا كل شي شخصي في الدمئيني كل شي دكتيري ما عرفتش انا ما قصتنج نعرفه في دكتير كل شي عرفته شيحواج ما ارى ما تقبل عزل عقل واحد طفل صغير ويقولوا لك العقل ديال الاطفال ره شيحواج ره ما تنسوش حاولوا تزرعوا ذكريات زوينة في العقل ديالولادكم ره يقدر ينسى ره ما يوصل من من سين البلوع الفوق ره ينسى كل شي ولكن السين ديال الطفولة دياله ره ما عمروا ينسى عمروا ينسى حيث تقول دكتيري كتيرس في الدكتير ديالتو فانتو دكت سعلا كنقول معمركم دخلوا الظروف يتحكموا فيكم ديمة كلبوا من الله صبحانه وتعالى كل شي دونك انا دكت من هذة كان تعلموا فكله ممن وانا ما يستغلني لم يكن تفعلها بابا لم يكن تعاني الاجاتفال لم يكن تعلموا كل مرة وانا عمسنا من تحدثوا نحن كموا قد استقاموا دائما لم يكونوا بإخافة غير ممن quota ديما المشاكل لا تجعلهم هم السبب الرئيسي في انكم لا تفقسوا احد الحاجة ولا انكم خرجتوا الطريق ولا انكم درتوا شي حاجة خيبة في حياتكم ديما يحاولون ان الحاجة الزوين والحاجة الإيجابية ديما تكون هي اللي متحكمة فيكم وديما يكون الهدف ديركم قريتكم وشي حاجة ضغي ندرها شي صنعة شي وظيفة شي اي حاجة بي توخصكم ديما هذيك الحاجة تدرها بنينكم سواء الحاجة هي الهدف ديركم ره ايه عمل ومتداره وفي القرية وبالدعاء اهم حاجة الدعاء ره ايلا لما ابغاك التفق دي ان الحاجة لا تغاك التفق فيها وليس انكم احاولوا انكم احضروا بأنكم مع علاقتكم في بي مابينكم ومابين الله لم تصلوا الى دعاء قرأوا القرآن اقشم بالله واحد المعجزة اللي كان في القرآن ماشاء الله الله العظيم وان شاء الله انا بدأت أقصد بالله لكن نرى الحياة والاستقرار في المبينة بين علاقتي العلاقة بيني و بين رجلي و الاستقرار ديلي في الأخضاري و ذلك الحياة اللي كنت باغاها يا مفاش كنت عن ماما كنت حاول أنا ما أمكن خلقها أخضاري كنت بغير نربي بنتي أحسان تربية و نقررها القرآن و نقررها مزيلا و أهم حاجة نقول ببا أعطي لبنتك الحانان رأي الحانان اللي نحرمة منها أنا أنا لا تخليش بنتك تحرم منها أعطي بنتك الحنن في مكان هو أصبق بنتك و أصبق بنتك لكل شيء أصبق بنتك participants لدينا أصبق أولاد و أولاد أخرى من الإنسا الله أعطي مع أولادك حننجي لا تجعلهم للمسان لان يوفر يجب أن يقلبون على فننته و لا يستغلهم لهم واحد آخر أعطي بنتك الحنن أنا من زيتي أنا من رب و أعطيتك حنن للأم سأحيحححححان لأمرها مهم أنا كبرت بصوحق الله لعدي من الفارغ العاطفي و الفارغ للأبد يقول لك الراس المغطي حسن من الراس العريان وقصن بالله فاش يكون واحد درجة فضاء والناس يدرون لك قيمة و يدرون لك بزيف درجة الحواجك تقايدك الراس اللي ستسنى لك نهار اللي ستكون بدياق ضيرين بكرة تقايدك الراس الحاضنك الجسم حاضنك و دفئة اللي أبرة تقايف فضاء كل شيء يحطرمك و كل شيء يحساس ليس في قايدين من دولة صباحة العادية مخصصا عندي عائلة و هل يحكم عندي كل واحد يدوين معك تقايدك الراس الحاضنك و لا يحطرموش انت انا يحطرموش انا كنشوف هذا النظر من عمامي نهار اول مره مشتني شوف اختي و اسميته و كلهم محتقروني صافرة عيشة عمارة تقولي بحلاء انت احطرموش نهار اللي تزوجته ولتزوج عندي بالاحترام كبرو بي و واحد الاحترام يشوفه في عيني و اقصيم بالله على العادم احترامي ديما كنشوفه في عين الناس ديما كيقول را بنت لانا بنت لي خزفتك ديما كيقول را بنت لي فعلة بنت لي تركها ديما كيخليني انا عندي سبب انني اندي واحد سبب انني اندي رسميته نكون ايجابية في حياتي الواسط الراس الحاضنة تزوج و استقرر في حياتي و نعطيها الحانان و نعطيها كل شيء والله العظيم الاختي امي ميلا ديما كيخلاني انا راعة كانت اندي و تحمل نفوص انا نخرج للطريق و نكمين و نسها و نجرر نهابع ولكن انا ديما كنقول راعة طيب الماما اهم شيء سيسخط يناهي وهذه كانت حكاية الشماء يا سادة يا كرام كيفما شفت في التعليق سبارك الله على الصبر ديارك فعلا انا هذي اول شيء سبحان الله اكبر دليل لأنه نعيوما نربي في أولادنا كيف ما كنا خيبين ولا مزيانين ربي لي سي ربي الولاد الرب يربي الحمد لله وخاعشت وسط واحد الوسط اللي هو فاسد الحمد لله أنا وشاما خرجت إنسانا لضريفها بقلب طيب إنسانا خلوقة وفوق من هذا شي بغيت نشكر الزوج ديالها الأخلاق ديال الزوج ديالها لأنه ما شفش في هذيك الأم الفاسدة ما شفش في هذيك الأم بماضي خيب إلى ما آخره ولكن شاف شاما وبغى شاما كيف ما هي خلقا وخلقا وخلين فيك نلقوا الناس بحلاكة فالله يبرك في زواجهم وكانت منى أنه تكون الحكاية ديالها عبرة جميلة في الصبر وفي الطيبوبة وفي النقاء لنخليكم من توليوا لها كلام جميل ده بجا أدوركم بج أنكم من توليوا لها كلام جميل وهاتش هلكين ضنقدمتم في رعاية الله وحفظه نطلقوا هذا الأي من شاء الله سلام سلام